ثم يبدأ هنا حملة شديدة على العلامة والمحقق ومن جاء بعده التفت من التعابير يقول ومن جملة غفلات المتأخرين مجموعة من الغفل هذول علامة ومحقق وحن يعبر واحد عنه بل يعبرون البحث العلمي مولانا ما بيتعارف كما يقولون هؤلاء ولا اقل هذه طريقتهم كانت في التعامل ومن جملة غفلات المتأخرين من اصحابنا منه مولانا هذول اهل الغفلة مو اهل العلم اهل شنو هسا ما عبر عنهم اهل الجهل ولكن اهل الغفلة منه العلامة الحل والمحقق الحل والشهيد الاول والثاني واخذ على هذه الطائفة الى الاخر مولانا انهم زعموا ان المراد من تلك الاحاديث فارجعوا فيها الى رواة حديثنا يعني ارجعوا الى ماذا ها الى المجتهدين من تلك الاحاديث المجتهدون هذه من غفلات ماذا اصحابنا المتأخرين وانما قلنا انه من جملة غفلاتهم لا تستغرب علينا ولا تستبعدوا ولا تستوحش وانما قلنا من جملة غفلاتهم لاننا نعلم علما قطعيا عاديا انهم لو لم يذهلوا عما استفدنا من كلامهم عليهم السلام ومن كلام قدمائنا يقول لو اخذوا بعين الاعتبار مجموعة ماذا مجموعة من القواعد وهذه يا عزائي واقعا ما رد افتح البحث كثير وهذه هي المشكلة الاصلية الان تعيشها حوزاتنا العلم يا عزائي وهو ان الانسان اذا وصل الى فهم الى نظرية الى قراءة الى تفسير مباشرة يبدأ باتهام ماذا الاخرين لا يا اخي هذا فهم انت من اين عندك علم ان ما تقوله هو ماذا هو الحق المبين الذي يرضاه الحجوم من اين هذا وهذا فهمك هذا اجتهادك هذه حج لا اشكال كذا وهذا الذي نحن اذا اشرنا اليه انه مع الاسف الشديد انه الان في حواضرنا العلمية لا توجد تلك الحرية الفكرية لان يطرح الانسان نظره من خلال ماذا من خلال اسس علمية ومن خلال منهج بمجرد ان خرج عن المشهور مألوف متعارف الاكابر ما ادري كذا مباشرة الف اتهام ما الضرورة الى ذلك الان انظروا الى هذا المنطق بينكم وبين الله كيف هو منطق ما اريد اقول بانه كذا وكذا ولكنه منطق غير علمي غير منهجي لماذا عد انت الاسترابادي انت تمثل الامام المعصوم وهؤلاء الشهيد والشهيد والعلامة والمحقق كلهم اصحاب غفله عد لماذا بتعبير العراقيين يعني على رأسك ريشا مورا انت مواحد من هؤلاء ما الفرق بينك وبين الشهيد لماذا انت الحق وهو ماذا انت اهل اليقظة وهو اهل ماذا اهل الغفل هذا من اين هذا تعالوا مولانا هذا المنطق نضعه جانبا نتفق نعم بشرطها وشروطها ان الذي يريد ان يتكلم يكون ماذا من اهل التحقيق من اهل الاشتهاد خب ماذا نلتفق